اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع ساعتنا الثانية متواصلة معاكم وتتسويجة وقت الانترفيو الانترفيو ضيفنا في حوارنا اليوم من عام حزب وحركة تونس الى الامام الاستاذ عبيد البريكي مرحبا سعبيت اهلا وسهلا شكرا على قبول الدعوة كل مستمعات ومستمعي راديومات كنتم من الاطراف كنتم ونزلتم من الاطراف الداعمة لمسار 25 جويل اللي تشوفوا في انه الامور قاعدة مش في الطريق الصحيح سيما وانه عديد الاطراف او بعض الاطراف اللي خدمة 25 جولي اليوم فما شكون قراها بين ظفرين واتحدث هنا صراحة على استقالة او اقالة نديع كيشة مديرة ديون الرئيسي على انه بداية تلقفز من المركب سعبيت قبل ان تغرق انه مركب مركب وش هز ولا المركب بشكل عام معتها 25 جولي احنا مش هنذكر برك لانه حكينا فيه برشة مرات مش هذي لبلوزان بورتول لانه المرحلة تقتضي تاو معانش نحكي على 25 جولي انقلاب مش انقلاب اجراءات 22 سبتمبر هذيك عاصف حطي التاريخ احنا احنا مؤشرات 17 احنا احنا متمسكون بالاهداف المعلنة مع اجراءات 25 جولي والمتمثلة في اربع حاجات مهمة جدا لو لن يجا قال انا ساكافح الفساد المالي والاداري نحكي على الاهداف المعلنة نظريا قال انا ساكشف على الملفات اللي عطلت استقرار الامن في تونس ولا هي الاغتيالات والجهاز السري وما تبع ذلك وقال ثالثا هالتمشي هذا ما يمكن يتم وينجح الا بقضاء مستقل والقضاء وبرشة شوائب شابته في جزء منه مش الكل طبعا وقال رابعا لابد ان نمد نمد القناة من جديد مع ثورة 17-14 لا 17-14 انا نقول 17-14 هو يقول اللي حب واللي يقول 14 انا نحكيلك على ما وقفنا 17-14 الثورة بعدها لذي تختلفوا فيها مع الرئيس انا نعتبره مش خلاف لانه في النهائي المنتصر هو اللي يكتب التاريخ خلينا بيقاصيين ما هيش ما هيش هذي محور أنا 17 تغيير تاريخ ثورة اندلاع ثورة رو جزء من كتبت التاريخ 17-17 اللي يقرخ للثورة بانطلاقتها و14 اللي يقرخ بهروب ولا بفرار رأس النظام المهم بالنسبة لي ما بعد 14 هي مرحلة الثورة المضادة اللي يحب يبني من جديد يلزم يرجع الاصل المطالب اللي رفعت في 17 ديسمبر معانتها في تونس 17 ديسمبر 2010 واللي هي معروفة الكرامة واللي تتوسط تزوز حاجات منشبه وما ينجع شيء دونك احنا معا الكرامة اللي تتأسس على حاجتين الديمقراطية في بعضها الاجتماعي الشغل والديمقراطية في بعضها السياسي الحريات الحريات أصبحت مهددة اليوم و4 تجام احنا خلنا نمشيوا بالمحور نمشيوا بالمحور نمشيوا بالمحور انتي جاءت ل17 ديسمبر كل 17 ديسمبر شعارها شغل حرية كرامة وطنية الشغل لم يتحقق والكرامة الوطنية جزء منها الحرية الحرية اليوم الذي أصبحت احنا باش نجيو اسمعني باش نجيو طبعا لسؤال خطر كي تقول لي مازال موقفكم ولا لا أنا قلت لك باش متمسكين بالأهداف هذي با هي وبالنسبة لنا الإجراء المؤقت كان ضروري بشرط يكون محدد محدود في الزمن واضح بعد حده في الزمن نقال ها وين ماشين هالإجراءات هذه تعتبر طبيعية جدا في ذو موقفنا نحنا نظريا نظريا هاني نجيك الاشكال الاشكال انه من خلال محاولة لتهميش الأحزاب مش بشكل انقلابي معلن لأنه الانقلابات وقت اللي يجي واحد ينحي النقابات وينحي الأضربات وينحي الأحزاب وينحي كل شيء وقل أنا ربكم الأعلى إلى حد أنه تنفذ المسائل لكن أن تبقى الأحزاب والمنظمات معانتها كأنها أفراد كأنه فرد معاناها تقيس الحزب بفرد هذا خطأ لأنه مش هذية تاريخ تونس نختلف في المسار التشاركي أعمل استشارة كلمة تحب أعمل استشارة الإلكترونية أعمل استشارة مباشرة عود إلى الشعب صاحب السيادة ما التفقين لكن لما تغيب مكونات المجتمع المدني والسياسي هذا راه يعتبر نقيسة كبيرة في المسار التشاركي تقول يناه هنا زاد برش حديث نسمع فيه وسمعتكم بجري لابد أن تتم معاناها التشريك مختلف في الأطراف وعلى قاعدة الوحدة الوطنية والرئيس نحن نحكيه على المبادر نحكي لك اليوم فهم حديث طوباوي شنو الحديث طوباوي إيجا يا رئيس لما الناس كل وكأن الفلوكة بيشتزي الناس كل متنجماش أعطيوني أي واحد في التاريخ ما كانش عنده ناس مختلف معهم وشاركهم مش أعطيوني واحد نبدو بورجيبة الله يرحمه بورجيبة يحكي على القوميين في المسارات والناس عام سبعة وستين خطاب نعرفه بالمليح مش ما ما سمعتوش لأنه صغير سمعتو بعد فيه من توجيهات الرئيس والله والله ومبادر نسمعه في لغة سنضرب على يدي طرش نوة والمشاغبين إلى خيره شكو الأخر شو عبد الناصر عنده اختلافات وعمل المرحلة المقبلة إذا كانت تم التشاور ونحبه نمشيه بتونس القدام أولا بتصور جديد واللي الرئيس ما بداش فيه لأنه المحدد فيه هو الجانب الاجتماعي واللي ما بداش فيه جانب الاقتصادي والاجتماعي بالعكس طاح في نفس اللي عملوه الجماعة بل في قانون المالية حتى السياسة برمو بطريقة أحدية هني قلت لك عاد هني عاول أم بكري قلت لك إيمان قلت راه معناها من الأخطى القاتلها قد تكون ومتنجعش خطر يا بش تقبلوا أنتو في تمشي كامل وإلا قلت منه هكا يعني إنكم تقبلوا أنه إصلاحات خلنسألك إنكم تقبلوا الإصلاحات السياسية والقانونية تصير بطريقة أحدية وفرادة هذيكا ميسيلش أما ميسيلش هذيكا عاملوا واحدة أي منه هكا في الاقتصاد الاجتماعي شركنا هذي قلت لك أنت مالا ما فهمتنيش قلت لك خلت منه هكا لا مش منه هكا مش منه هكا قلت الثغرة الأولى المسار التساركي في الديمقراطية في بعضها السياسي والثغرة الثانية لم نرى تصورا متبلورا لتجاوز الثغرات قبل في الديمقراطية في بعضها الاجتماعي وقانون المالية رغم بعض النقاط المذيئة في علاقة بالقطاع الفلاحي زي نحكيه فيها توا فإنه لم يختلف لا من حيث البحث عن الموارد ولا من حيث الإصلاحات الكبرى عن قوانين السابقة هذا واضح الزوز فيهم إشكالات علاش نقول في الكلام هذا هيا نحكيه توا على البداية كيفاش نحن نصورها اليوم عنا ستاوشين جافي ذكرى مفصلية معروفة في التاريخ أنا كيفاش نسمىها هذه ستاوشين جافي من نظر ليش كحدث تاريخي في برشد روس أولا هي حلقة من حلقات الصدمات الاجتماعية لميزة تاريخ تونس أنا قلتك من عرش يا سيدي ستاوشين جافي أحداث الخبز وبعدين الثورة سبعتاش عبعتاش وبعد إسقاط الترويكا وبعد خمسة عشرين جويلية تاريخ الصدمات الاجتماعية ليش ناتج هذا لأنه تاريخ تونس كان قائم على التوزيع غير العادل للثروات هذه الثغرة الكبيرة هذاك علاش التحركات الكل كانت اجتماعية تقريبا تبعني مليح باي اللي اللي ما ينطلقش من التقييم هذا ويبحث عن اتجاه اسمه كيف نوزع الثروات بشكل عادل لنتقي الضربات الاجتماعية ما وش بشي مشي القدام بش نقعد ديمة في نفس العج عندما نقول الديمقراطية في بعض الاجتماعي اقترت بحاجة لحد اخرى اسم الديمقراطية في بعض السياسي الضربت في تاريخ تونس من خلال ايش من خلال التشبث بالحكم وبالسلطة بورجيبها رح ووقتاش بدأت سياسة وتهترأ وقت اللي جاء عمل الرئاسة مدى الحياة وضربت الديمقراطية في بعض السياسي بن علي وقتاش بدأ يهيئ النهايته ووقت اللي جاء يحب ينقح الدستور ويحب باب للترشح الترويكة هيئت لنهايتها عندما عملت دستور يؤبد وجودها في السلطة كفر دونك اليوم هذو ما الاصلاحات الزوز ليش لانه مهمين جدا كما كنت تحكي في التأسيس لمناخ جديد وقتها نقوله باش نجيبه الاستثمار الاستثمار ما يتحققش اذا كان ما يتموه زوج حاجات وثالث ورابع لولنية الاستقرار السياسي يا رئيس ما تعمل الاستقرار السياسي الا ما تحل اللعب اذا كان باش تعملوا وحدك الفرد مهما كانت عظمته ليصنعوا بتالية يعني بمعنى وانه خلنا نشوف الفرزية هذي خلنا فرزية 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 وانه رئيس الجمهورية واحنا قاعدين نشوف فيه يلتقي مؤخرا بنفس الاطراف بالعميد سدق بالعيد محمس الحباب العيسى وامين محفوظ قاد قاب فيهم ودجاه بديه حتى في الرزنة الممتاع والاستشارة اللي يونكو وبدأ دجاه من غور التجواء يعني وكأنه رئيس الجمهورية ماضي قدما في الاصلاح ولا في تشبيه المشروع السياسي متاعه هل ستقبلون بانه يمشي ويصلح ويحط الاصلاحات والفيزيون والرؤية متاعه سياسية والقانونية وحده حتى سؤالك فهمتو من غير ما تكمل وبعد نديلكو في الاجتماعي معناها تقولوا انتم مرامجات يأمن يخذوها الكل يأمن سايبو الكل واضح أولا وسجلوها علي بعشرين سطر أحمر نحن لن نقطع مش مع الرئيس مع التمشي وسنتمسك بتلك الأهداف وبالأليات اللي احنا طرحينها لكن لكن لن نسقط مهما كان في محاولة الالتحام بمن يدعونا إلى ما قبل عودة إلى ما قبل خمسة وعشرين جويلية لكلهم سواء تعلق الأمر بالناس اللي يقول لك نرجعوا ونرجعوا البرلمان وإلا بالناس اللي معناه يحنوا إلى نظام ما قبل 2011 ويقولوا يا أخويا نحلوا البرلمان ونعملوا انتخاباته لاش لأنه سيعيد نفس المشهد السياسي نحن سندفع ما مسوحدنا مع ستة أعزاب البرح برك مجتمعين وجمعيات قاعدة تنظم بعدها فهمت تصور واحد آخر اسمه نحب ننجح ما صار خمسة وعشرين جويلية ونحب نصوب اللي قاعد صار الخلاف حول شنو هو حول نقدموه للرئيس أحنا أنا أنا شخصيا والحركة حركة تنسي للأمان أحنا عندنا معانتها نسبة معينة من الثيقة في الناس اللي تم استشارتهم وسمعناه عايتنا الأمين محفوظ أنا نسمع فيه تقريبا فما التناغب في التصورات ما هو شي مع تهميش الأحزاب ويقول فيه وما هو شي مع تهميش المنظمات ويقول فيه مع البلاي القاعدين ويقول ما هو شي مع البلاي القاعدين ستة عروف ويقول فيه وما هو شي مع النظام القاعدين وبشكل واضح ولا مجالي سيقول لحد شي الراجل معه معناها إقرار التوازن بين السلطة معه دستور فيه أربع عناصر مهمة جدا المنظومة الحقوقية الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ومعه القضاء معه تنظيم مؤقت للسلطة ومعه النظام سياسي أخر يضمن التوازن هذا هو التوجه العامل تقول لي وإذا الرئيس ما يمشيش أنا نقول لك إذا ما يجيش دستور يستجيب وإذا ما يجيش قانون انتخاب يستجيب وجاي انتخابات جاية لكل حديثة حديثة هذا هو الأصل هذا كيفاش نقيمه ولكن الأصل إنكم مقبلته حتى بالرزنين ما سعبد البريك تبقاش شريف فيها 17 ديسمبر ما معدل انتخابات سعحهم صارش جويل يا شكفتي أنتوما اليوم تقولوا مش نمشيوا للانتخابات أنتوما تعرفوا حتى شكونا الترفل بشي نظم الانتخابات شكونا تشراف إيزي تشراف زرد مو هي التفاصيل مهمة المحدد شنو المحدد هو أنو الرسالة من خلال تحديد تو كان أنا فما وقلي تعمل سبعتاش فما اللي يقول لك والله يبكري برش وفما اللي يجي يقول لك لا رأي موخر برش هذي دي ما ستظل محل الجدل كانت عملت بعد ثلاثة سنين أخرين وراهوا من نجموش نحذر ألواحنا راهوا الجدل أنا كان من الأفضل أن لا يكون تاريخا مسقطا أن لا يكون تاريخا مستقل مسقطا وهل كان على رئيس الجمهورية وأنو الناس هاكم قاعدين ربما كونش تعرضوا فروحكم ويقولكم دعمينوا ومشينا معاها قاعدين تنسقوا لأنجاح مساروا وخياروا اللي خيار شكوه خيار الرئيس خمس عشر جويلة يمكن أنا سأت التعبير بينوا بين ربي شنية طريقته في الحديث أحنا بالنسبة لنا التمشي فيه معينين هذوكا باش نكبشوا فيهم إذا هو مشاء معناها أحنا مشي في الاتجاه هذاك ونقدم وجهة نظرنا إذا ما حبش يشرك وهذا المنطق العام وعملوا وحده معناها رغم أنه القانون اللي عامله يفسح له المجال إذا ما عرفش اللي تاريخ تونس معناها بين ظفرين ما عرفش راهوا الأزمات الاجتماعية سبب من أسباب معناها عدم الانفتاح والمشاركة وعدم الإيمان بأنه ما تنجمش تمشي القدام من غير استشارة مع أطراف اجتماعيين ما للأسف وقلوا تحمل مزوليتك رأنا أحنا متمسكين بهالتماشي متاع 25 جويل ما نجمش أنت راجع وبالإجراءات لكن أنت ستكون المسؤول عن كل ما قد ينجره عن عدم التقدم في بلورة تصور اقتصادي واجتماعي جديد وعلى كل ما سينجر عن عدم إرساس فمش تأخير في سبعة شهور تاورس عبدالبريكل رادين على الزمن السياسي سبعة شهور الزمن تاور أنت كل ما نعيشوه اليوم لما نعرف أنا أنا عشت شوية وزير وقلت ليت أهلا متكن راهو الثورة المضادة لعبت دورا سيئا جدا في التمكن من كل المفاصل متاع الدولة شمعني هل يسمع فيك ثورة المضادة شكولهم ثورة المضادة الناس اللي حكمت بعد 2011 شمعني ثورة المضادة أنت تجي الناس ثارت على واحد ثنين ثلاثة وتعاود ترسك المنظومة سابقة وتجي أنت باش تفسح المجال قدام ناس جايين باش يعلمونا برشا حاجات وفخونا تونس بعملات إرهابية غير طبيعية تجي للقضاء جزء كبير منه هنا قاعدين نشوفه أش عمل فما ملفات راقدة ملفات الاغتيالات بعدها كل الوثائق ما حكموش وحدهم حكم معهم بيجي قاد سبس هذيك التحالفات تدخل في إطار الثورة المضادة على أني أساس هتحالفه التحالفات في تونس كيفاش كانت تتم تحالفات تقوم على المصالح من أجل الاستمرار في السلطة وذك علاش الحوارات السابقة اللي تمته الكل فيه ظرف معين باستثناء الحوار الأول اللي خرجوا البلاد من منعرج خيب على شنو كانت تقوم تصور اقتصادي واجتماعي أرجالي حكاية الحريات اللي صار نهار البعطة الجان في ساعدة الأفريق معاه وضد اللي صار شو من الله وشو من عبد الله شو معنتها معناها أنا اللي غيظني رغم أنه التحرك الاحتجاجي المنظم السلمي المدني الديمقراطي حقه المشروع لن يتخلى عنه أحد هذا ما فيهش نقاش هذا ركن أساسي لأنه عند بلاد تحب تمشي القدام يلزم إصلاحات اجتماعية لكن ديما القرد فيه اسمه الحريات باش إذا كان ينحرف في الجانب الاجتماعي تلقى كيفاش تدافع باه لكن في نفس الوقت وقتها جات في مرحلة متع متع الكوفيد وقرار اللجنة العلمية أصبحنا نعيش الشك في كل شيء قرار اللجنة العلمية رفع التوسيات رفع التوسيات القرار سياسي والقرار سياسي هراه عندما تجي تقول اللجنة العلمية موظفة مشكل فينا ولا حتى ما نش نحكيوا على هذا نش نجنوة توظفها ما نش نحكيوا على هذا نتحدث عن الاستغلال المفرط للعنف ما نش نحكي على الشارع أنا ضد الاستعمال المفرط ضد استعمال العنف أصلا مش المفرط برك هذا ما نش نحكي معا الاستعمال للعنف مش الاستعمال المفرط دون كذيك مسائل رهي محسومة بلاد لش تحتاجتو مهم بكر أنا قل جمل عامة قلت لك الاستقرار السياسي وشن هو الاجتماعي ما ما كملش عندما قلت الصدمات الاجتماعية قلت المصاري الجاي راهو يلزم يقوم على التوزيع العادل للثرو لكن أنا يثرو حتى نرقاوها الثرو شو أكس أنا في نفس نتيجة شفت كيف هاش إليه هنا قلت لكن نمر من الثرو والثرو ينتعركوا على قسمان الثرو تبعني في المنطق ما ذامش ثرو رغم أنه تونس في الفترات السابقة حتى عندما كانت ثروة ما تمش استثمارها بنعلي كان يحق في خمسة وستة وسبعة في المياه والفقر كان طالع في السما والجيات مشروع لا لا ما كانش طالع في السما كان طالع في السما في أربع شهور الفقر زاد لا لا مشكمته بعد عشر سنين لا لا في العشر سنوات لأنه حاولوا يتعاملوا بنفس الشكل الخديم ولا حفظوا مشي تشنيا غراب ولا ضايعوا المشيات للكم وضايعوا مشت الحمام بيه دونك ما ذامش تروا إيه صحيح هذك عليش منطق صياغة القانون المالية غالط بما أني أنت بش تمشي في اتجاه معناها ضمان أساس الاستقرار للشميع مخدر التنزيع العدد للثروات يازمك تو تفكر في كافية صنع الثروات تيل ثلاثة أربع سنوات السقوط في الإصلاحات الجروجية والتفاوض حوالي وشنا عملوا في الوظيفة العامية وشنا عملوا في القطاع العام وندر شنوها سيتم فو بروبليم وين فو باء أنت حتى لو تحب تتفاوض من الأفهمي وتعتبروا أبغضوا الحلال المفروض تجبد تجبد ليك للترامب تاعك شنو اللي فيه يا أخوي أنا دون سين كون دون تروازون هني وين ماشي تحكي على بره تواحل مشكلة السوارة اللي توا جيب من السعودية وجيب تراشنو حتى الأفهمية تقبل لك العام الجاي قانون المالية سيكون أتعث من الحالي بره يمشي فكر في ريفورم تاع التعليم بالكامل بره يمشي شوف وضع الفلاحة وقول هني وين ماشي أنا بالضبط ماك عمل ثورة باش تجب ما قبلك بره يمشي لإقتصاد الاجتماعي التضامني باش يتنحها اللبس نحكي 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 على الشركات الأهلية بالغالط وتحكي على الإصلاح الجزائي بالغالط بره سنقولك هاتنقولك مدام عنيش وضوح من طرف صاحب المشروع كنا نحكيه وحنا نحكي لك أنا خلي نكمل الفكرة بره يمشي أعمل إصلاح القطاع السياحي أنا سياحة تحكي على في تونس والدنيا الكل مدمرة وما زال ما تجينا للسياحة إلا العرجة ونطيحها مكسورة القرنين يمشي يطور القطاع السياحي باش يقولي قادر يستجل بسترها بره يمشي يحكي على المؤسسات الصغرية المتوسطة هذي يشي تعمل فيها بره يمشي يحكي على فاق القطاع الخاص وأي دور للدولة يحكي على كيف يش تصلح القطاع الصحي كيف يش تصلح لكاس دون كيزمك تعمل أم بروجي دوري فارم أم بيسيو يمشي القدام وقتها تجي للناس والمصارحة ضرورية تحكيوا بك ما تكلمتش رئيس الحكومة ورئيس الدولة يريد رئيس الدولة يخرج يقول هاي اثنين اللي قدامنا يانمشي وتو وناخذوا الفلوس ونتنازلوا على المسألة المبدئية لأن الضغوطات الإقليمية طبعت وتاخه يانمشي وغد يشبيهيجو يتوانس طبعت وتاخه طبعت تاخه التطبيع اليوم باع تاخه يعني زين سترها توفل حتى إقليميا تمشي في مسار التطبيع تاخه فلوس تحبوا يتوانس نمشي وغادي وإلا هاي الثغرات اللي عندنا وهاو وين نحبو نمشي ورا نحبو نأسل حاجة دائمة وهو تصور إصلاحات يجو نقشوه وعطيونا رايكم يا منظمات اجتمائية يعطيونا رايكم كيف تصلحوا هذا وقت تتمشي تفاوث به مع أي طرف وعده آخر ملاحظة تحكي عالي ديال سعبيت لبريكي راي نحكي لك على البرجيال يزدي الرئيس ما قلت ليوين نقاط الخلاف يا عبيد اي جسما جسما انتي تحكي علي يلزمو يصير ولو كنجي هذا صاير راي نس كل متنفسه ونس كل عند الفيزيون هنا احنا باش نعاونو في التجار عاليش رافظ الحوار خليني نتساعل معاكم هيا باش نجاونو بله خلي هذه الفكرة معناها ما نعنش هاتنا تفقوا فيها احنا احنا الريفورم بايز ماش تكون وقت اللي تحكي مع الناس تقولهم خيرين ينحاولوا نتفقوا واحنا لدخل ونمشي يا وسيدي ضريبة على الثروات الكبرى واك العقارات مش بيه حرام نمشي ونجيبوا فلوس واحد يحكي لي على شنوها ديون مفحمة ماش المفحمة اللي مات مات الله يا رحمه لكن مازال فيما برشا ديون نمشي وليل الجباية نمشي ويجوا يجمع كيفاش نتعاونوا مع بعضنا ويقولي الحل الداخلي وقتها يحكي على السيادة الوطنية مع أمل أمبروجي واحد أخر بايش يأسس القدام الثروة نحدها مع بعضنا هذا المجتمع كيفاش يمشي من الثغرات طيو انت تقول لي هذا التصور البديل قلت لك من الثغرات من النقد اللي قد بو فيه للرئيس هذا مع تمشي جديد ينسجم وترحث الثورة ولا هذا هو الأصل في الأشياء خلينا نحكم في المجال هذا وما ندخلوش في الجزئيات اللي بالنسبة لها لا 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 ما لا حكش يشبتها يا خم أليس مؤشر ده وحدك مش عليكم من تومة ليس مؤشر ليس مؤشر هو اليوم راوت كي تسئل ربما كبرى رؤساء العالم راول شفكا بنيا متاح ولا مديرين الدووين ما نعرفوش أسميهم را لكن نحنا اليوم يمكن تطرح هذا في السياق ربما السهلة متاع الاستقالات اللي قاعد صاير في خزام ومعناها محوى الرئيسة الجمهورية نادي عكيشة ليست رأيت رئيسة ديوان أو رئيس مدير الدوان نادي عكيشة كانت تلاقب حتى بظل الرئيس نادي عكيشة عاينت خمسة وعشين جولي عن قرب نادي عكيشة كانت ربما رئيس للرئيس الجمهورية أي اليوم طبيعي وأنه ربما يقع يا سيدي إقالتها نادي عكيشة طبيعي شنوع يقع إقالتها بالنسبة لي الإقالة والاستقالة طبيعية جدا في أي ظرف معين رغم أنه رغم أنه اسمع كلك حاجة سيرش خذوا مني ليتها لم تكن في هذا الظرف بالذات لو جيت في ظرف أحد أخر ولا ليت لفت لها واحد تحدثت ارتباطا بالظرف لا الظرف وشوف ما دونت أسباب الاستقالة تقول عن اختلافات جوهرية على خاطر المصحة العليا لفضنا الوطن وربي يحفظنا بلاي هنا يجي معد أخر من الأخرين يقول نعم اختلافات عليا حول مصلحة الوطن نارفو عنا شنية يال طرح ندخلوا ندخلوا في الخلافة يجبنا ندخلوا بالتقييد يا أخوية حاجتنا يجي كولك ونرفض هل يكون أستاذ قانون دستوري خليفة لنا ديعكاش لا ولا ربما منوت رجانت نجم تكون في بلاستها عليش تحكي على مروجب وصعيب مروجب تفضل براهيم شوف بربي خمتانو معك سعبيد نعرف ووقتيش آخر مرة تصرت بالرئيس وشني دي دار بينا الوهر هذيه لازم تتخال طبعا الوهر هليه الأسرار نارفو تفتح مقبل لا لا أنا ما نحكيش على أسرار وش أسرار أخي تاليفون صارة داي سر أخي طلبت طلبت رئيس الدولة تنسيهم على اسنو اللي يفيد هذا توق لا يفيد الرأي لا يفيد يفيد كونه نعرفه على أقل احنا في ظل التكتم اللي موجود في قصر الجمهورية بكارتاج نجمونا نسمو على أقل الخبير ليعطي إشارات إيجابية بالنسبة للتوانسة اللي هما عايشين في وضع متاع غموط تام اي شنوه ما عايش فيه نفس الحديث أنه الرئيس ما يسمع حد ما تالف لا هذا دكر في تقييم الخاص كلما اتصلت به تحدثنا بالهاتف فماش لقاعات موضع بالواتساب ولا بالواتساب لاش أنت تعمل بالواتساب خايف عندك شا سرار تقول فاهم أنا ما عنديش نسرار لأنو الواتساب يستعملوه في المكالمات السرية أنا اللي نحكيه في العلن نحكيه في السر هايوة شو أنت تحدثت على صدمات اجتماعية واذكرت ثلاثة تواريخ هامة جدا في تاريخ تونس يستقل وتواريخ كانت دامية مع أنت 26 جامفي 4 جامفي و 17 ديسمبر ولكن فما صدمات توسية سية أنا أعتقد كونه لي جاء بعد 14 جامفي كل 2011 تعتبر صدمات سياسية بدءا بالمجلس الوطني التأسيسي لعمل الدستور بتاع 2014 خروج الترويكا بتباية الحال ووصولا إلى 25 جويدية الأخير هذي صدمة سياسية وإحنا تتوى الناس مصدومة منيش مصدومة مصدومة من حالة التردد والترقب وربما التخبط اللي قاعدين عايشين فيه والغموذ التام أنت تحدث هذا ربما ما تقترحه أنت كحزب فمتن أنتم كحزب تقترحوه وهذه مقترحات يعني ربما تجد تفاعل كبير من طرف مكونات المجتمع السياسي وحتى من طرف والاجتماع بتباية الحال وحتى من طرف المواطنين وقد يسمع هكذا معتا أربع مقترحات هامة وإحنا نعرف أنه الإصلاحات ما تنجمش تكون فيه أوضاع استثنائية إحنا روما من 14 جامفي نعيش في وضاع استثنائي كم من حكومة مرت وأنت كنت أعضو حكومة من أربعة تجام في 2011 يعني كم من حكومة مرت على البلد هذه وكم من وزير تواه اللي تحكي وأنت نعرف أنت قريب ياسر خاصة من قطاعك من قطاع الطربي وتعرفه مليح وكم من تعمل إصلاح طربي والإصلاح الطربي من نجمجي كان دون لديوري يزم يكون مواصلة وجميع الإصلاحات لخل الكل واليوم احنا الشيء الوحيد اللي نعرفوه لماذا من زاد مش حتى نعرفوه من خلال تصريحات سيد الرئيس الجمهورية أنه الطريق الوحيد اللي يحب يوصلنا لها هو ما يسمى بالبناء القاعدي حتى الاستشارة هذية ومفهومها غامض استشارة إلكترونية والاستشارة ولو هو السيد الرئيس الجمهوري حاجات جوابت عليها أعطيني حاجات ما جوابت عليها يعني مش نجايك الحاجات فهمت أنا أنا مش نجايك فهمت انت تحدثت على آليات جديدة ما اذكرتش لنا شنية نوعية الآليات المقترحة انت واشنية انتم موقفكم بهذا البناء القاعدي اللي فهمت ومفسرين يدوروا من بلاسة لبلاسة من بلاتو لبلاتو ويحكيوا عليها البناء القاعدي هذية شنية انتم موقفكم منه وشنية الآليات الجديدة اللي احنا نجموا ننقضوا به البلاد بتاعنا بالأزمة الخانقة توري قاعدة عايشتها على جميع المستويات مش سياسية فقط ولكن خاصة انت نعرفوك انت خاصة فيما يتعلق بالوضعيات الاجتماعية والاقتصادية نعرفوك انت تفهمهم لي اعطي الناس اولا بالنسبة النظام القاعدي وبشكل واضح جدا ليس هذا البديل السياسي الذي سينقيت التونس مما هي فيه عرب عسطور احمر ما انا سمعت حديث دانيرمو ما اتركوا لك وقلي سؤل المعني واللي بلادي سيد احمد شفتر قال راهو هذه تجربة تونسية ما فهم حتى شايفو العالم سيد بانرمال علاش دي انت في اذن دي بلاديك احمد شفتر نعم مع كاري برش عكار حتى باسم الجيويات المهم نجم يستحطبك معنا يا رد بالك شايف نجم يستحطبك يقنعك يقنعك ما شو عن رأي ترى عم السلوم يا مرة ما نجم يستحطبك المهم انا تقول هذيك اسمع هذيك خلافات داخل الناس اللي دعملوا 25 جوه هذا كلك النظام القاعدي يصلح احنا نقوله تو تونس متحمل شو ربما يطرح للنقاش بعد ما تهيأ الانتخابات جديدة وتنتخب مجلس نيابي بالتمثيل لانو الديمقراطية فيها ثلاث مكونات زايد ما عندها ما نزيدوهاش وحدها خل رابع توا الديمقراطية التمثيلية انتخابات نواب في مجلس نواب الديمقراطية التشاركية يجب تتصلح وهي الانتخابات البلدية بمشارك المواطنين ولكن فما حلقة اخرى الناس مش قبلتها عالتلتو اسمها الديمقراطية المباشرة واللي تمثل في الاستفتاء ورجع المشكلة لاصحابها الاسياد اللي هو الشعب تونقل الاستفتاء راهو شكل راقي من اشكال الديمقراطية هذا جانب لا مجالس ولا لجان شعبية استفتاء المباشر الالكتروني مستفتاء المباشر الالكتروني لا لا المباشر شمعناه حتى الالكتروني مباشر لا يعني يمشي مش صناديق لا اذيك مباشر مش محدد في في مسلا موين حتى اذاك استشارة مباشرة شكل والاشكال لكن كافي او لا المش كافي اثنين واحده معاها مش كافي لانه نجمش بلكش برشة واحده بشي مشين القدام ولا ثلاثة حتى المباشرة عن طريق اللقاءات انت ضمنها للجاح وش كون بش نظامها وش كون بش يشرف علاش قتلك 26 جانفي التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الاخبار وفي بطينه نظرا وتحقيق ناخذ الدروس منها اللي همش المنظمات كل وين تمشت وخاصة اتحاد عم تنشون بصرف النظر على الخلافات اللي فيه الدخ كنا في ظرف معين انتعاركوا احنا في نقاب تعليم الثانوي وانا كاتم عام ونحكوا عن البيروقراطية واندرش نو عندما تكون هجمة من بره الناس كل تشد بعضها وتمشي القدام يحاور ومنظمة اصحاب العمل معتها تتحاور لاني كما قلت لكم باش تصنع نمو متن الجمش تصنع من غير زوز القوى اللي تنتج باش يرجعوا معناها للانتن ما حواجنا الى رجوع معتها قوة العمل انت تحب تبني مناخ متى ثيقة والثيقة تأسس للمناخ جديد يدفع نحو التحسين المردود انتاجا وانتاجية وتجي تهمش المنظمات اللي باش تعاونك على هم الزمان لا خيار خاطئ هل هو الاليات اللي انت سألتني عليها هذي الاليات نحبوها اما اما مسألة العودة القدام لا تقول ليش عمله العودة القدام العودة الوراء سمحني تقول لي الرئيس يش عمله وهاو كذا وهانت رشنو يتسيطرة يودي الدمار تقول انتهاك تشوف وسمحوني في العبارة هذه تز حجرة تلقى عقرب اعطيوني اناهو الدوسي اللي تمسوا ما تلقاش فيه مشكلة ما فهماش اللي دوسي كلهم لغمة عمليا لانه اللي صار مش جباها مواحدك السيدة رئيس الجمهورية منها جمع هاني هاذي شنين مشكلة اعتقد حسبناها في النقاش انا قلت ما يلي التاريخ لا يصنعه الفرد التاريخ يصنعه الفرد عندما يحاط بشعب شعوب تصنع التاريخ ويتفاعل مع شعبه وين حازلو ما ينحازش لعداء الشعب هاني نقول فيها يا رئيس رأيو المجال مفتوح بش تحل اللعب ملا أختها انك سيبت الناس ترتع وتبيع في تونس البر وتحاول تهيجع لنا البر بجزء من الشعب والمكرام لا لا سمحني قولك هوا يشكي هوا جزء من شعب والمكرام انا منشرحها لا 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 سي عبيد عاد لا خلنا انت فاهمه هاي يقول لي انتي قريت في حوال رسالة للمكالمة الهاتفية يقولوا جزء من شعبي يتآمروا علي ووظافت معقول هاشكونوا ماكرام بش تشكيلوا هوا يقول ليش معناها مانيش مبرر ايش ما قولك مانيش مبرر هو كان المفروض كما فم جبهة تمشي لبرة باش تطرح تدخلهم لحل مشاكل تونس وتعطل اي مصار متعجل بالسوارات كان المفروض الجبهة الاخرى اذا كان الرئيس تفعل معاها انت تمشي الدافع تقول سي بافري رو فما ناس تتآمر نعم علينا في البلاد هو هذا هو هذا حرام بينظفرين حرام مش منطق ديني غالط لكن انت خليت جبهة واحدة تتحرك واليوم تزيد تحط روحك انت في الواجهة وتمشي الدافع هذه من الاخطاء مش انت رو فما جبهة اخرى يلزم تمشي يلزم جبهة لتحسين ما صار ما بعد 25 جويل في النهاية يفهم هذا ما تجمش وقتك تعملها ما تجيش انت توقنع في مكروه غدو باش توقنع الامريكان وباش توقنع الفمي مش هذا الطريق الصحيح الطريق الصحيح فما ناس قابلة 25 جويل ومتمسكة باك الاهداف ويعرفوا اللي صعيب تحقيقها ويعرفوا اللي برشة عثرات وبرشة عرقيل وبرشة شنو رفضهم الرئيس مدوا ديهم وفرهضوا من الرئيس وقالوا لحشة لا تخطزينهم لرابع لا مدوش لا كيف قالوا الناس اللي دعمة معنى شنو ما مدهمش اللي دعمة شنو جي انتي سعبيد لابريكي بحذية توا وتقول احنا رانا مجتمعين حداش نحزبه لقداش واجتمعنا البارح وقعدين نحضره في بيان لانجاح اجراءت خمسة عشرين جويل تغطوش تراش عالصادا انتم من كرتاش هاكم ملغطوش فاش ما ما ماهيش محدة بالنسبة لي نحن بالنسبة لي نحن مش على خاطر هو ماسمع ناس سنغير موقف ردوا بالكم راهوا مليش عارف كيف احنا نحكيوا عن المسار المسار سندافع عنه بطرق الكل ياسيدي وقتها تون بلو روح فيه وثيقة انا بش نعملوا لقاتري برشان ما للأسف باقي الكوفيد جاء بش نقولوا هاو تصورنا للدستور بما اني ما ما القناش فضاء لنعبروه يعني انتم مع دستور جديد احنا مع دستور جديد ولا منقع مش هذي المهم بالدستور هذا معناها مع ملن حد شي بالعكس بانت مع دستور مع قانون انتخابي يا بش نقول ومع اصلاحات اقتصادية واجتماعية انتظروا ما لم يتم فسح المجال للتعبير عن هذه التصورات داخل أطر معينة منظمة فيها القارب اللي ما شافيه الناس القدام احنا سنبلور هذا التصور واتفقنا وسنستعين بعض الخبراء وسنخرج وثاق ونعملوا اجتماعاتنا نفس الشي مع الناس رأوا هاو احنا ونحبوا نمشي هاو شو نحبوا نعملوا هاو تصورنا للسعات الاقتصادية والاجتماعية وفي برشة حاجات حتى هيئات هذه هيئة مكافحة الفساد مع احترامي وهيئة كذا وهيئة كذا تفهمش انت في مخك حاجة صارت انتخابات ديمقراطية والدولة هي المسؤولة وتصبح الهيئات هذه اقوى من الدولة اقوى من الدولة وتراقب في الدولة اعمل جمعية امتعنا يقض دكر وراقب مصار الدولة شنوى دولة داخل الدولة انت انتخبناك ليش باش كون وزير وظيفة عامية وحكمة وكافحة الفساد وانت انتخبك ليش وزير عدل انت المؤمن لانه تم انتخابات انتخابك ديمقراطية عن تنثيل باش تعمل هذا برشة اجراءات تمت لا بد علش قتلك انا يمشي القدام بحلول جذرية ترجع الى اصل الثورة وتأسس التونس وحدة اخرى تبني منوال جديد يقي شرور الصدمات الاجتماعية اللي كان سببها انخرام سياسي والتمسك بالسلطة وانحرافات اجتماعية تدور عائلات بكل حاكم ارجع عائلة دير ابيه والا اصدقاء الثروة الكل تمشي غادي والشعب ما عنده شي سعبيد هو موش وحده لانه في خيار واختاروا انه تكون معاه حكومة ترأسها السيدة نجلة بودن اليوم حكومة السيدة نجلة بودن كيفاش تقيموا الادئة متاحها وليوم احنا اسمحنا هيش حكيته ولكن دي ما نلتق الاخبار ونعمل ودي وكوكمو وما ترشحها ربما من انو ممكنية تجرى تحويل وزارة في غضون الايام القادمة المرة ما حكيتش ومعرفنيش برنامجها وما شفنا حد شي ويمكن ياسا تتحور حكومتها طبعا تتحور على خلفية كل رابط مربوط استشرف وكل واحدة مو ما نتكزو احنا عنا معلوماتها لا هدي خط كلها استشرف ايه بالنسبة للحكومة معناها انا معا فكرة انو تريح بربيعتيونا وانو سلط انتم تفاوضتوا مع بعض بلدان في العالم على الوضع المالي انتم قاعدين تحلوا في مشاكل اجتماعية عملتوا لقاء وزير السؤال الاجتماعية باللمي العام تمهيدا للقاء مع رئيس الدولة اخيرا عمل لقاء مع الوتيكاء وينمشين كحكومة شنو دوركم شنو مهم كرغم انو فما اجراءات فما نجاح في مسألة الكوفيد فما نجاح في مسألة الخروج من هايك الازمة الكبيرة اللي عشناها وكادت تقضي علينا فما حديث على الدوسيات ايه شنو دوره زيرة العدل فما مشكل في الرسالة الاخرانية متاع الصلح الجزائي وعاركة بين المجلس الاعلى القضاء والرئيس وانا جاين وذكاين وخط الرسالة يبعثوها بطريقة برشة ده سياسية حتى هم يعملوا في سياسة قالوا له مش بركرة وما يجيش وما نعرف شنوها قالوا لازم الرسالة تجينا من صاحب المقترح وزيرة العدل وزيرة العدل لا مش وزيرة العدل رئيسة 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 المبادر الرئيس دونك هو في عود بشي يمشي يعرضها على الحكومة وتصبح مشروع متاع حكومة وقتها وزيرة العدل تتصرف وتعمل الرسالة معلتها مشات وزيرة العدل صبقة لأحداث وقاوا الثغرة هما ارتكزوا على أنه ننتظر المراسل خلل إجرائي كما فيما يتعلق معنا بخذيت بشير العدل فما حاجت معنات هايزة فيها برشا سياسة أنا يقول يريد رئيس الدولة فهم يقولوا كذا كذا يقولوا يلزم نسلح يقولوا هما الإصلاح يجب أن يصدر عن القضاعة ما هوك يقولوا أهلا نسلح بعضنا يريدوا عمل رسالة مثلا في السياسة يقولوا متفضلوا أعطيوني البروجيت دوري فار في خلال شهر أعطيني ما هوك ترح كل الإصلاح ما هوك يعطيوا حد شيء وقتها هو يكسب مشروعية وشرعية بش يعمل ريفار ولكن علش هو مثلا ما استقبلش هو تو فما نعرفه فما زوز هياكل عند القضاة خلينا المجلس الأعلى للقضاة ذلك هيكل رسمي ذلك مؤسسة دستورية ولكن فما زوز هياكل أخرى كبيرة بين الجامعية وبين النقابة ونعرفه كل ميولات تقريبا كل طرف فيهم لماذا رئيس الجمهورية مثلا ما استقبلش عدد من القضاة ولا ما استقبلش مثلا النقابة ولا حتى الجامعية بش يحكي معهم على الأقل بش يكسب الجامبه حتى إذا كان هو في قرارة نفسه ربما يفكر في حل المجلس على القضاة يحيط نفسه على الأقل بعدد من ممثلي القضاة بش يبدأ على وقت اللي يزدم القرارة هو يجاوب عليها الرئيس لكن أنا مراش مثلا أنا كان عدتنا فرصة روز نها ويجاوبنا لا بش يخولك مش الجامعية القضاة هاكم سمعتوا الرئيس الشرفية اشغالت هاكم سمعتوا رئيسها بعد ما كان ينقض في القضاة لما تم أخيرا شنوه كان موقفه ما هيش معنى رئيس الشرفية جي تقول لك رأول الارهاب في الزعب معتهم البلاد تقول لرهاب ناس موتت وزنود دونك الارضية منتعل الحديث ما فهم شو يتعامل مع مؤسسات النقابة دافعت على منظورها عشنا يضرها بشهرين قضاة وتعطلت مصالح الناس وما بطلوا إلا مخذوا مخذوا حقوقهم دونك اسمع أنا أنا ديما نعاود واحنا في هالحركة هذي حركة تونسي لما قلنا كل المقاربات القطاعية في المرحلة الحالية لنتحول لها مشكلة تونس اليوم وصلنا في مرحلة لساذ يقول يا أخي هاو كيفاش تتصلح لأمور القضاء يقول هاو كيفاش تتصلح الطب هاو أضربوا كيفاش تتصلح تو هذي بش تخرج تونس من وضحة بش طيحنا في الدوامة اللي مشات فيها النهضة من الأول في المفاوضات بش تغطي على تعاملها الغنائمي مع السلطة وليت تاخو قطاع قطاع وين تحنا وقتها تبدأ مع الثانوي يضرب ضريبة متاع كذا اللي يجي بعده معشور ذيه اتفاق الثانوي بش يزيد لأنه تحنا تحت طائلة اللي يضغط أكثر ياخد أكثر واتخلنا في دوامة زيد الماء زيد الدقيق زيادات كمية في الأجور ما عندها حتى نعكاس على تحسيل القدرة الشرائية سعبي دليوم مجموعة من الأحزاب السياسية طارحة الحل وطارحة خارطة الطريق وتتحدث عن وجوب الذهاب نحو حوار دون رئيس الجمهورية بتيعلت وأن الرئيس رفض الحوار أربعين شو نقول أربعين أحنا هدفنا الحوار يجب أن يتم من أجل آليات على قاعدتها يتم تشريك الناس المؤمنة بتونس غدوة والحوار هذا يتفضل رئيس الدولة ينظمه بشكل يستجيب لهذا هذه الحوارات الأخرى أنا معناها في النهاية أحسنت في الرئيس بأحرار قلتك هو أحسن فينا هو محب في الحوار واردة الفعل معناها تكون بالشكل هذا ولا أنت تقول منقلب بيش بيش تحاوره معه معناها تقول هو أحسن فينا طوى بربي تجي تلم ناس بيش يبدأ الأحديث أي كيفاش ناس نعطوه نس غدوة يقوم واحد يقول لك أنت منقلب على الشرعية وأنت ديكتاتور وأنت ستهادد المساري الديموقراطي وليس يوصل حرية تعبير وحرية توصيف نحكي لك في حوار التعبير وحرية توفيق ما وقفه سعبيد بيشتدر له ما وقفه هو يحب يسمي ينقلب هاي عمليين هاي عمليين يش معناه يا أخوي يقول هذا حكمك أنت تقول انقلاب وتحب تطيحه هكا الشارع قدامك تفضل لكن تجي تقول هين تحاوره على شنو بيشتحاور أنت تقول الحل أنت والد المنظمة الشغيرة تستبعد وأنه لا لا تستبعد وأنه الاتحاد يشارك في حوار مثل هذا دون الرئيس ما أنا ما أنا حكيش باسم الاتحاد لا بالحق والله سيفري هذاك رأيهم ولكن أنا ما نتصورش هاي كذات كسياسي ما نتصورش أنه لتقعد يدخل في حوار معناها بالشكل في ثلاثة والأربع عزاب قداش حزب ثلاثة أربع عشرين لا قالوا بش نوصل وقاعة المشاورات شو نحو المنظمة رائع الحوار الوطني لكن هو ساعات يقول معناها الرئيس وأنا أنا نساند في هذا ليس حوارا كالحوارات السابقة الثلاثة خلينا من الأول ديما نقول وما ومش لاجب ندخل علاش الحوارات السابقة كانت كله يصير خلاف بناتهم بين جماعة تولي السعارات المبدئية تصبح لا شيء أبدوها من تحالب بين نداء والنهض شنو اللي صار ما هو قالوا خطين متواجدين ولا أرجع بعد لن نتحالب مع الفساد والأخر لن نتحالب مع شنو شكوه كان الوبجيكتيف كان الوبجيكتيف هينقسم الكعكة والدستور يسمع لهم بهذا دستور نكارثة في الجانب هذا باش تعمل التحالف وتبدلها يجبك تنزل على رئيس الحكومة ذك علي جماعة لن نجس تستقرار سياسي دستور نجمع كارثة تجيب تشكل حكومة يلزبك أربع شهور وانت تقعد في العود أرجعوا كيفاش تتشكل الحكومة تشرف التاي وتشرف التاي وتنشي هكا متاع كرتاجي ولا شاسمه هكا دار ضييف باي يا رسول الله وقتاش نمنه بأنه الانتخابات يزم تقوم على برامج مسبقة كيما البلدان الأخرى ومن اللي يتم النتائج الحزب الأغلبي يجي هاو برنامجي عنده زير وحاضر وعنده مورو حاضرة ويبدأ دمرا روحوا وحداش تعمق ما بعد الفين وحداش وما يسالش خلناس تسب وما وما نيشي باش نسب حتى طرف حر كل واحد يشيختار لكن تونس تحتاش إذا كان نحبه بالفعل نبنه من جديد إلى التخلي عن كل آليات البناء السابق اللي قدت إلى صدمات كبيرة وإلى ثورات ما عادش نحبه وخيره نحبه الاستقراء لكن علىه سس وضحق وهو واحد وضحق هذا هو من تفقين ولكن ما عملهاش شخص واحد من تفقين كونه يلزم سجلتولي الجمل المتاعي أو لا قد لك التاريخ لا أنا قد لك أنا نأكد كلامك كونه ما يعمل ليش شخص واحد مهما كان قوة الشخص هذا مهما كان الدعم الشعبي اللي يلقاه ولا حتى من طرف الحزام السياسي ولا المنظمات من حوله من الجمش يمشي وحده ومن الجمش يعمل وحده وهذا كعليش احنا نطالبه السيدة رئيس الجمهورية يقول لك مش واحد يا رف أي يقول لك أنا سعبيت لواحد لأخرين يأتي ثمانية وثمانية ثمانية وثمانية ثمانية وثمانية ثمانية هاي شمعناها شجعتو هاي شعب معاك هاي شخلين هاي هاي حفيتو 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 شباب حزبكم بشيشارك في الاستشارة احنا احنا هني قلت لك ما جناش ضدها والمسألة مسألة حريات وهني نقولها عندكم هنا هذي اذا ما نفعتش ما تضرش لكن ياريت مرة اخرى وما نيلوا المطالب بالتمنى ولكن تأخذ الدنيا غلابة ياريت رئيس الدولة حرج معنتها الفعل مكتب الدراسات الاستراتيجية لانه عنا برشة كفاءات في تونس مش اللي ماشيين معنا فاميه مش كذا معد 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 ياريتو تحرج وبرشة اسألة كان نجم يجاوب عليها ويكفي المؤمنين نشر القتال الحاجة اللي أنا نذكرها عند بن علي وراه مش كل الحاجات اللي صارت خايبة للسياسة العامة خايبة هي الاستشارة التونس الاستشارة الوطنية تونس بالقرن واحدة عشرية وانا وقتها مثلت الاتحاد استشارتها تشغيل تسمعني لا تشغيل لذي كان صارت فاعة عركة والمهم تمت بعد وقت منصر استشاركت فاعة وانا وقت زاد المثل قزمة دراسات في الاتحاد تعرف كانت من من احسن مفامة تاريخيا قدم التصورات استشارة فيها القدام للأسف لم تطبق وكان فيها حوار كبير راهوا مكتب دراساتي نجم يربحنا برش وقت في الإجابة على الأسف علشنا نقول لك فم الجانب هنا نقولها وبيقول جراء مش زادة من باب التهاجم على الرئيس اندرشنو الجانب السياسي في المقاربة اللي يعتمدها رئيس الدولة يبدو أنه غايب وركز فقط على الحلول الدستورية على أهميتها لأنه هي الوعاء اللي باش يكون الأرضية اللي يأسس المنوال تنمو جديد يزم يمشيهم برالال ونحتاج إلى مد القنوات كما قلت انت عثيقة اللي اهتزت في تونس بين الناس كل أنا نشوف لك ونقوله الله يبرايم ترشبي مقصومة البلاد مقصومة البلاد هيبة الدولة ما عادت شي وهيبة الدولة لا تصنع بالبوليس وبيقام على الحريات تصنع بالإنجازات الاجتماعية المرئية شكرا اللي تخلق حد معين متع استقرار شكرا لا أنا نحب نحيي صديقي عبيدة لو تزمننا في وقت ما ودرسنا في نفس المحل صحيح في باش بعد مقرة في الكهف صح ببرايم حتى بعد وقلشد مستشار علامي في وزارة العدل لا 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 وزارة التربية وزارة التربية وزارة التربية صحيح شكرا لكم أكيد عبيد الإبريكي من عام حركة تونس الأميم شكرا لحضوركم معنا ديما حضورك والحوار معك منتع وشيق سعبيد شكرا لكل الفيقات بارك الله فيه مجازمة دي ساعتين